تفقد معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح المشروعات والأفكار التي أنجزها طلبة المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في مشروع تعزيز التسامح بين المدارس على نهج زايد يرافقه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين وتم عرض المشروعات خلال احتفال تضمن عروضا منوعة قدمها طلبة المدارس منها سباق الفرميلة الذي قاموا فيه بتصميم سيارتهم بأنفسهم هذا وأكد سموه أن نتائج المبهرة لهذا المشروع تساهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الطلبة على اختلاف مراحلهم العمرية ولغاتهم ومستوياتهم الاجتماعية